لا جديد في ميدان السياسة في العراق فساد حكومي متجذر وتصريحات تحاول ذر الرماد في العيون وبيع الوعود للعراقيين الذين لم تعد تنطل عليهم حيال الساسة وألاعبهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يشتكي من عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي من قبل البرلمان في الوقت الذي كشف فيه أن عدم إقرارها سيعرقل تقديم الخدمات إلى قرابة عشر سنوات الناس تنتظر من الحكومة أن تقدم لها الخدمات وتوفر لها فرص عمل ومن غير ما يقول أن تبقى الحكومة مكتفة وغير قادرة على الإنجازات بسبب عدم وجود موازنة يحاول الكاظمي تعريف المعرف بالحديث عن دور الحكومة لكنه يتذرع بأنها مكتفة بسبب عدم وجود موازنة وهو لا يبتعد في ذلك كثيرا عن التصريحات المتكررة لزعيم حزب الدعوة نور المالكي التي ستشهد حملة إعمار وتوفير فرص عمل للشباب تصريحات تثير السخرية والغضب في آن واحد بحسب ناشطين فالمالك الذي تسلم رئاسة الحكومة لثمان سنوات خرج من ولايته تاركا بلدا مدمرا وخزينة فارغة بعد ضياع ونهب أكثر من 420 مليار دولار وموازنات فلكية اختفت دون أن يوجد لها أثر وبقدر ما يتصارع ساسة العملية السياسية على المناصب ويتبارزون للفوز بمغانمها يتفقون على ترويج البروبغاندا فالتيار الصدري الشريك الأساس في كل حكومات الفساد على كثرة ما تحدث عن مزاعم الإصلاح بدى وكأنه يصدق نفسه وها هو أحد قياديه يصرح بأن التيار سيجري الإصلاحات بطريقته الخاصة دون أن يفصح عن تلك الطريقة لا تدعم أشرات التخبط السياسي في العراق إلى التفاؤل حيال إمكانية أي إصلاح فالأرقام تشير بوضوح إلى أن نسب الفقر تجاوزت عتبة الثلاثين بالمئة مع ارتفاع خطير في معدلات البطالة وانهيار كبير في قطاع الخدمات ومخاوف من مجاعة محتملة بالرغم من ارتفاع حجم الإرادات بعد تحسن أسعار النفط لكن حجم الفساد والفشل الشخصي أمام العراقيين أكبر من أن تغطيه أي تصريحات مستهلكة